من هدي رب الكون ذي الرحمات من حكمة القرآن والنفحات من سنة المختار هادي الخلق من قول وثال طاهر القسمات من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفايض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور يا نعين ونصوه بقلائد الوقفات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه والسنة بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برامجكم وقفات حديثنا اليوم عن عبادة هي من العبادات العظيمة والتي ربما غفل عنها عدد ليس بالقليل من الناس إنها عبادة التعظيم تعظيم الخالق سبحانه وتعالى هذه من أجل وأعظم العبادات وعليها تقوم جميع العبادات تعظيم الله تبارك وتعالى هذه العبادة القلبية وهي عبادة قولية وفعلية إذ يترجم ما في القلب هذه الجوارح عبادة تعظيم الخالق سبحانه وتعالى يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وروح العبادة هو الإجلال والمحبة والإجلال هو التعظيم يقول وروح العبادة إذ العبادة بلا هذه الروح عبادة ميتة وعابد وعابد بلا هذه الروح عابد ميت بغير الإجلال والمحبة بغير التعظيم والمحبة لله سبحانه وتعالى قال وروح العبادة هو الإجلال والمحبة فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت فسدت هذه العبادة وماتت إذا تأخر الإجلال أي التعظيم أو المحبة فعلى سبيل المثال عبادة الصلاة عبادة الصيام عبادة الزكاة عبادة الدعاء إذا لم تكن قائمة على هذا الأصل الأصيل وهو الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى فإن هذه العبادة عبادة فاسدة ميتة وتدبروا إخواني أخواتي طبعا هذا موضوع مهم هذا الموضوع من الموضوعات المهمة موضوع الحديث عن تعظيم الله سبحانه وتعالى في القلوب ثم ترى الجوارح تترجم ما في هذه القلوب من تعظيم لله سبحانه وتعالى تدبروا هذا المشهد واسمعوه بقلوبكم مشهد يبين لنا كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظم ربه تبارك وتعالى في جميع أحواله مشهده صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي تجد تعظيم الله تبارك وتعالى في جميع أحوال هذه الصلاة من بداية التكبير حتى التسليم وتدبروا هذا المشهد وقد قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر ثم شرع يقرأ دعاء الاستفتاح قبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ الفاتحة دعاء يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل اسمعوا ماذا يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت تصوروا إخواني هذا في جزء من الصلاة يستفتح به قيام الليل صلوات ربي وسلامه عليه دعاء كله تعظيم لله سبحانه وتعالى حينما يردد اللسان في كل صلاة من صلوات الليل أو غيرها من الصلوات حينما يردد اللسان هذا الدعاء الذي ملءه التعظيم لله سبحانه وتعالى الإجلال والمحبة لا شك أن هذا ينعكس على الإنسان فيصغر كل مخلوق أمامه ويعظم الخالق سبحانه وتعالى تدبروا وهو راكع صلوات ربي وسلامه عليه ماذا كان يقول قال هو الذي علمنا يقول عليه الصلاة والسلام فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل لهذا نقول سبحانه ربي العظيم سبحانه ربي العظيم وأنت تردد هذا الدعاء استحضر أنك لا تقول دعاء تكرره دون أن تعيه وإنما أراد الشارع الحكيم سبحانه وتعالى وهو يربينا على تكرار هذا الدعاء في كل ركعة سبحان ربي العظيم أن العظيم هو الله سبحانه وتعالى الذي يستحق العظم والإجلال هو الله سبحانه وتعالى يقول عوف بمالك رضي الله تعالى عنه وتدبروا أيضا إخواني وأخواتي هذا المشهد الآخر بعد أن رأيناه صلى الله عليه وسلم وهو قائم يعظم الخالق سبحانه وتعالى في دعاء الاستفتاح تدبروا هذا المشهد له وهو راكع صلوات ربي وسلامه عليه تصوروا وهو راكع يقول عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلما ركع مكث قدر سورة البقرة يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة يردد هذا الدعاء قدر قراءة سورة البقرة كم نأخذ في قراءتنا لسورة البقرة راكع راكع صلوات ربي وسلامه عليه يعظم الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة يردده صلى الله عليه وسلم قال ثم سجد بقدر ركوعه أي بقدر قراءته لسورة البقرة أو أقل ثم سجد بقدر ركوعه يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة هكذا يعظم الخالق سبحانه وتعالى في أعظم موقف يقفه العبد حينما يصلي يتصل بالخالق سبحانه وتعالى إذن هذا مشهد آخر أيضا يبقى سؤال يحتاج المرء مننا من يأخذ بيده إلى بعض الغايات والأهداف من هذه الغايات كيف أعظم الخالق سبحانه وتعالى نريد أن نتحدث عن هذا الأمر ولا أعتقد أن في حلقة واحدة ممكن نفي بهذا الموضوع سأتحدث اليوم وسأتحدث في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى أو في حلقتنا القادمة بإذن الله تبارك وتعالى كيف نعظم الخالق سبحانه وتعالى هذا هو حديثي بعد الفاصل فاصل ثم أتواصل معكم فانتظرونا حياكم الله أخواني أخواتي من جريتا السبيل لتعظيم الله سبحانه وتعالى وهذا أشبه ما يكون ببرنامج عملي وكم أتمنى أن نرى مثل هذه المسائل تطرح كما تطرح عدد من الدورات دورات تملأ تملأ القاعات وتملأ بها الإعلانات دورات في تربية وتنمية الذات دورات قريبة من هذه العناوين نحتاج إلى دورة تقول كيف تعظم الخالق سبحانه وتعالى في نفسك في سلوكك في تعاملك مع الآخرين أتمنى أن أقرأ هذا الإعلان يوم من الأيام لدورات تقوم يشارك فيها الأبناء والبنات برنامج عملي يضعه المدرب كيف نعظم الخالق سبحانه وتعالى في عبادتنا في سلوكنا في تعاملنا مع الآخر أيا كان هذا الآخر قريب أو بعيد إنسان أو حيوان أو جماد كيف نعظم الخالق سبحانه وتعالى أنا اليوم أذكر بعض المسائل المسألة الأولى إذا أردت أن تسلك هذا السبيل وهذا الطريق الذي تعظم فيه الخالق سبحانه وتعالى فتعرف عليه تعرف على الله على خالقك سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه في كتابه فما من آية تمر بك إلا وتجد فيها ما يدل على الخالق سبحانه وتعالى سور كاملة كاملة أنزلت يعرفنا الخالق سبحانه وتعالى فيها بنفسه تعرف على الخالق بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف على الخالق بأسمائه وصفاته وتدبر تدبر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله تعلم تعلم أن الله واحد فرد صمد لا معبود بحق إلا الله تعلم هذه الكلمة التي بها النجاة في الدنيا والآخرة لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه عرفنا بسعة علمه فقال سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية يعرفنا بسعة علمه فإذا قرأتها ومررت بها في سورة الكهف قل في نفسك ربي يعرفني بنفسه ربي يعرفني بسعة علمه حتى يعظم في قلبي قل لو كان البحر مدادا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قال سبحانه والبحر هذا الذي ترونه يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ربي سبحانه وتعالى يعرفنا بنفسه يعرفنا بسعة علمه فمن أراد أن يعظم الله يتعرف على الله نحتاج نقرأ نحتاج في مناهجنا من سنة أولى إلى أن يتخرج الطالب من جامعته من دراسته في الابتدائية إلى أن يتخرج من دراسته الجامعية يتعلم من هو الله يعظم الخالق سبحانه وتعالى في نفسه يعرفنا الخالق سبحانه وتعالى بقدرته وسلطانه وقوته سبحانه وتعالى فيقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير يقول سبحانه ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير يقول سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يعرفنا بنفسه يعرفنا بقوته وسلطانه يقول ابن القيم اسمعوا إخواني أخواتي وهذا ابن القيم رحمه الله تعالى إذا تكلم يأسرك بكلامه هذا كلامه في كتابه مدارج السالكين ماذا يقول رحمه الله قال فعلى فعلى Ashley فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب على قدر ما تتعرف على الله يعظم الله في قلبك ثم قال وأعرف الناس وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا كلما تعرف العبد على الله أكثر كان أكثر تعظيما وإجلالا ثم قال وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته ولا عرفه حق معرفته ولا وصفه حق صفته لذا قال صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه من أجل ذلك مدح نفسه الله سبحانه وتعالى حينما يعرفنا بنفسه يمدح نفسه فأنت تتعرف على هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى اسمعوا ماذا يقول عن نفسه سبحانه وتعالى يقول سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز والحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور إذا تجده سبحانه وتعالى ذم أولئك الذين ما عظموا الله ما عظموا الله بقولهم وما عظموا الله بفعلهم فقد يسكت الإنسان أو قد يقول أنا معظم لله سبحانه وتعالى لكن أفعاله دالة على عدم التعظيم كما سيأتي بإذن الله قال سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبولا فجاجا قال سبحانه وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسة بدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون والآيات في ذلك كثيرة جدا جدا الخلاصة أن من أراد أن يعظم الخالق سبحانه وتعالى تعرف على الله هذه الوسيلة الأولى كيف أتعرف على الله؟ اقرأ كتابه اقرأ القرآن بتدبر وتأمل وارجع إلى تفسير العلماء اقرأ في تفسير بن كثير الطبر القرطبي اقرأ في هذه التفسير تعرف على الله سبحانه وتعالى وتعرف عليه كما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم كما أخبر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها من الطرقات عليها بعد هذا الفاصل فاصل ثم أتواصل معكم فانتبرونا بنا لنقطف زهر نور يا نعين ونصوه بقلائد الوقفات حياكم الله أخواني أخواتم الجديد وحديث عن تعظيم الخالق سبحانه وتعالى سبيل آخر به نتعرف على الطريق الموصلة إلى تعظيم الخالق سبحانه وتعالى وهذا يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى بس طويل نتحدث فيه طويلة لكن الوقت ما يسع وهو تدبر هذه المخلوقات كيف تعظم الله سبحانه وتعالى وكأن هذه المخلوقات التي من حولنا كأن لسان الحال يقول لسان حالها يقول إن لم تعظم الله فهناك مخلوقات أعظم منك تعظم الله وأكبر منك وأقوى منك هذه السماوات ومن فيهن من الملائكة والمخلوقات هذه الجبال الراسيات هذه الأراضي هذه الأنهار هذه الأسجار هذه البحار هذه المحيطات هذه الحيوانات كل هذه المخلوقات تعظم الخالق سبحانه وتعالى يسأل سائل يقول كيف عرفنا أن هذه تعظم الخالق سبحانه وتعالى أعود وأقول نقرأ القرآن نقرأ القرآن سنجد في القرآن في كتاب ربنا تبارك وتعالى ما يبين أن هذه المخلوقات تعظم الخالق سبحانه وتعالى نتدبر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله سنجد أن هذه المخلوقات العظيمة الكبيرة تعظم الخالق سبحانه وتعالى نأخذ مشهد ومشهدين المشهد الأول أكيد أن الجميع مره وهو يقرأ القرآن أو مرت عليه قصة هدهد سليمان عليه الصلاة والسلام هذا الهدهد الصغير في حجمه الكبير في تعظيمه لله تبارك وتعالى جند من جنود الله تبارك وتعالى سخره لنبيه سليمان فكان من جنود سليمان عليه الصلاة والسلام سأل عنه في يوم من الأيام فجاء الخبر أنه رأى مشهدا هزه هز هذا الهدهد لأنه رأى مشهدا ليس فيه تعظيما لله سبحانه وتعالى رأى أمة كاملة انحرفت عن هذه العبادة وهي عبادة التعظيم فعظمت غير الله سبحانه وتعالى فدهش هذا الهدهد الصغير فجاء لسليمان عليه السلام يخبره بهذه أو بهذا الانحراف الذي وجده في هذه الأمة اسمعوا ماذا قال قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله السجود فعل فيه تعظيم لله هم سجدوا لغير الله الدعاء فعل فيه تعظيم لله فصرفوه لغير الله قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها أرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله أكبر هذا الهدود من شدة ما عظم الله سبحانه وتعالى وكان له هذا الإجلال والمحبة في قلبه وهو طائر صغير استنكر على هذه الأمة أمة كاملة قد انحرفت عن هذه العبادة فجاء يبين سليمان عليه الصلاة والسلام ثم كان في النهاية أن أسلمت هذه المرأة لله سبحانه وتعالى وانقالت لشرعه والقصة موجودة في سورة النمو الجبال هذه الجبال العظيمة سلاسل الجبال المتراطبة المترابطة الضخمة هذه تعظم الخالق سبحانه وتعالى وقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا التعظيم فاسمعوا ماذا قال لما تحدث عن أولئك الذين انحرفت عقائدهم فادعوا أن لله ولدا وأن له شريك في الملك بيّن سبحانه وتعالى أن هذا الاعتقاد اعتقاد باطل واعتقاد منحرف أن يعتقد الإنسان أن مع الله إلها آخر أو أن الله ثالث ثلاثة أو أن الله ولد أو له ولد فيقول سبحانه وتعالى وَقَالُوا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُوا الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا جِبَال هذه تَخِرُّ هَدَّا من إثم هذا القول وَقَبْل ذَلِكَ السَّمَاوَاتِ يَتَفَطَّرْنُ والأراضين تتشقق بخطورة هذه الكلمة لأن هذه المخلوقات تعظم الله سبحانه وتعالى يستغرب العبد يستغرب المسلم المؤمن الموحد يستغرب من هذا الإنسان الذي هو مسلم ويقول أنه يعظم الله سبحانه وتعالى يقول ذلك بلسانه لكن تراه يقع في هذا الانحراف وربما شارك وساهم ودعم من يشرك بالله تبارك وتعالى ويقول أن لله ولد أو أن لله صاحبة فتراه ربما شارك في حفلات تقام بهذه المناسبة واحتفالات تقوم بهذه المناسبة وهي مناسبة آثمة عظيمة المسلم له عقيدة وله دين ودينه هذا قائم على ثوابت وهذه الثوابت ينبغي أن يحافظ عليها فيأتي هذا المسلم ويشارك في حفل أصحابه يحتفلون أن لله ولد أو أن لله صاحبة وهو يقرأ في كتابه الذي أنزل من أجل هدايته أنزله الله يقرأ في هذا القرآن سورة تعدل ثلث القرآن سورة في القرآن تعدل في قراءتها أجر من قرأ ثلث القرآن سورة لم تتحدث عن الصلاة ولم تتحدث عن الزكاة ولم تتحدث عن الحج وإنما عرفنا الخالق فيها بنفسه أنه فرد صمد وهي سورة الإخلاص يقرأها الكبير ويقرأها الصغير قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة يقرأها العبد المسلم ويؤمن بها ويرجو أن يؤجر على قراءتها ثم يصادم هذه القراءة وهذا الإدعاء بفعل ينسف هذا القول وينقض هذا القول خاصة أن هذه سورة لا يكاد تجد أحد إلا هو يحفظها سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي عرفنا الخالق سبحانه وتعالى فيها بنفسه قائمة على هذا الأصل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو ثم يأتي الإنسان يصادم هذا القول وهذا الإدعاء يقول أنا أعظم الخالق ولكني أشارك وأساهم وأحتفل وأدعم بأي وسيلة كانت هذه الاحتفالات الشركية هذا دين وهذه عقيدة وهذه ثوابت ينبغي أن يكون فيها المسلم ثابت فيها وقوله قوله واحد لا يتزحزح من أجل دنيا أو من أجل مصلحة تزول الدنيا وتزول المصلحة لكن لا يزول الدين لا يزول تعظيم الله تبارك وتعالى في نفوسنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام الحق وأن يميتنا عليه وأن يبعثنا يوم القيامة عليه أسأل المولى سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والرشاد إلى أن نلتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هدي رب الكون ذي الرحمات من حكمة القرآن والنفحات من سنة المختار هذه الخلق من قول وثال طاهر القسمات من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفايض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور يا نعين ونصوه بقلائد الوقفات ترجمة نانسي قنقر